اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. حسنا. اشتركوا في القناة. ناردة موضوعنا عن التعريق الطبيعية. ايه التعريق او التأكل الطبيعي ده? يعني هل الارض اللي انت ماشي عليها دلوقتي? هل من ساعة من الارض تبنت? او الارض تتخلقت? كانت موجودة ايا هي? نعم الفرعنة نفس الارض? البيت بتاعه ده موجود من نعم الفرعنة? لا اكيد فيه تغيير. البيت بتاعه ما قاله خمسين سنة عشرين سنة ميت سنة. اه مش من نعم الفرعنة. فالارض هي تغير الارض. طيب ايه اللي خلى الارض تتغير? غير بقى الناس بنوا عليها بتاعه? فيه تغيرات كتير بقى. فموضوعنا عن الحاجات دي بقى. العوامل اللي ممكن تغير في سطح الارض. تغير في شكل الارض. عندي ممكن الرياح. المية. يعني هنا الرياح محركة الصخر. الصخر اتكسر بقى حتة صغيرة. المية بتاعة البحر دي بتاكل في الصخر ده. وبتشده ترجعه للمية. بتعمل تآكل. بتغيرات الطقس. الجو ده مرة ساعة مرة حرة بتاع تغيرات دي بتغير في شكل الارض. فده ايه امثلة يعني? من ضمن الحاجات اللي بتأثر فيه او بتغير في شكل الارض. الويند والوطر اهم اتنين. تغيرات المناخ. نعم. اجزام بالبقى الكلام التغير ده عشان تبقى ايه شايف كده حاجة حصلت. مسلا. يعني لو رحت البحر كده وعملت لك ايه? العاة صغيرة. يعني عملت لسمة كده على ايه? على الشط كده بتاع المية. لا بعد شوية المادرية ايه? اخدتها بوزتها. فايه? ده ايه? مسال لتأثير المية على الحاجة المبنية. انت بنتها من الرملاء وجات المية طيارتها. ممكن تاني. ايه عملت رسمة قلبة عملت آآ اثار قدام الناس بتاع. بتير المية بتضيع الكلام له. الرملة جات منين الرملة. كانت الصخره والصخرت فتت. بتأثير بقى ايه? مية رياح الويزر. مهم انه الصخرت فتت وبقى حتى الزغير. فالأمثلة للتغيرات اللي ممكن تحصل في سطح الارض. اه. انت نعم على مسلا اللي هي القلاعة اللي بتتعمل على اللي ايه? على الشطق. السخور. كانيان الويديان. يعني ممكن تغيرات اللي بتحصل بقى على كوكب الارض او على سطح الارض ممكن تبقى سريع اوي او بطيئة قوي. بطيئة يعني مش في يوم وليلة. يعني ممكن تاخد مئات السنين عشان يحصل تغير ده. يبقى التغيرات نعين. فاست وسلو. زي ايه مسلا? زي انت بنتها ما فيش عشر دقائق بتاع جات المية عليها بوزطة. ده المود ده ايه? اكد الحطة اللي في الارض دي. فقوعت ليه القلعة كلها. او ممكن زي يعني زي ده كان جبل وده المود فضل ياته للجولس اللي تحت لحد ما ايه? بيت الجبل ايه? ويا. بقى فضل الجولس تغير منه او حاجة. زي ما انت بتشوف تده ايه? الصخر التي بتحط على الترنيش. ده بتحط مصد لمياه البحر. عشان البحر بدا ما ياته في الترنيش ياته في الصخر ده. طول اللي ايه مودة ده بيحطوا صخر مثلا. عشان اللي كان موجود اتاتله بقى ايه? طراب. الديدير بقى بيحطوه عشان لو ما يتحطش المود ده ممكن يخش على الترنيش وقتها يخش على البيوت وما تلاقيش ايه? 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 الكولات التاتل يعني. ايه? دي مثال ايه طغيرات اللي بتحصل. بقى فينا ومنها سلوب. لكن المشترك بينهم يعني آآ بتبقى فيها انحضارات ما تبقاش ملساء يعني. مش لما تكون واحد نحيتها كده وايه معاملها بشيء نعمة لأ. بتبقى ايه? ممكن ايه تعور حد بقى بتبقى حد ده يعني. زياب سلوبين اه اتزابوتهم. آآ بتبقى لها ايه? زواعي كده ميلة في القوع تحت. يعني لو انت بسيت القوع تحت هتبقى الحاجات دي حد. لو ماركب معادية بتاعمل كنت ايه تخرم الماركب. برضو مشترك بينهم بوطر اندوين. السبب في دي او دي سواء فاست او سلوب سببهم المية والرياح. تمام? يبقى عندي سلوب وفاست. فاست سريع وسلوب بطيء. تعنيا بقى. الوادي كده ناخد بسال من الحاجات اللي تقيم بسبب المية والحاجات دي اتعمل الوادي. ايه الوادي ده بقى? يعني كان وادي وفضلت المية تاكل فيه لحد ما عملت الشكل بتاعه ده. فده مسال ايه? كان ايه? ارض فاضية وجدت المية اكلت فيه وحفرته وبقى ايه وادي. حتة ايه غويطة كده. طيب. تفتح التغيرات بتاع تانيان دي. هل هي فاست ولا سلوب? هل في يوم وليه لكده نلاقي وفيه وادي? لا. ده بطيء. لا ياخد مال سنين بعد مستاخد ايه تاكل حتة حتة وبطيع. في ايه عملية سلوب. برضو زي ايه ايه تاعرية كده بسوى المية والرياح بتبقى فيها اجزاء ايه حادة بقى? ايه اجزاء برية بتاع بصد كده كلها ايه حاجات حادة. لان المتر بيطير عندها هتتوسر. مش حاجة نعمة يعني. وتعمل بسبب المية. نعم. في ثلاثة عنوين تريبات خلي بالك من نوع. وزرينج روجن دي بوزش. وزرينج روجن دي بوزش. ايه الترام ده? معناها صاخر كازا اللي جايه ده. صاخر ده تصر. بقى فتفيت. من اللي فتتو? هناخد حاجة تتير وهن ايه? من امثلتها الووتر ويند. وبعد ما يتفتت بعد ما يترسر. يحصل اللي. اللي هو ازاي ما شايفين هنا ايه الصخرة اتنقل من فوق الجبن نزل لتحت الجبن. يبقى تده حصل له عملية. طعم وهيبطل نزل لحد فين يعني? لحاجة ما يدي في الاخر تده ويستطر بقى ايه? سخور رسوبية. ده اللي اسمها الرواسب دي ممكن تبقى رملة ممكن تبقى في مكان اخر. يبقى وهي مجسورة تده اترسرت اتنقلت اترصبت تمام? دول المراحب بتوعي ايه? عملية التعرية دي بقى. تدوية ان هو اتنقل تعرية ترسيل. تمام? طيب بقى. كلامنا النهاردة عن اول مرحلة اللي هي ايه? في منها وفي منها وفي منها ايه ميكانيكل ده? هو اللي تنبقى صخر لكن عوامل كده فيزيائية. زي الجزول بتاعت النبات دي ايه? الحاجات اللي تعمل ميكانيكل ويزرينج. يبقى ويند ووتر بلانت روت وتمبريتشور. ماية ايه ده ايه? النزلة اتلت في الصخر والصخر ويقعه. ايه ده ايه? عمل ويزرينج. تأثر في الصخر بسبب ايه? ماية. طب هم ماليه تيمتر ده بقى. مراد بقى تغير في ترتيب الصخر. تغير في ترتيب ايه الصخر? نتيجة التفاعل كيميائي. يعني ده صخر اتسر بتاع هو صخرة زي ما هو. ترتيبه مسلا حديد يفضل حديد. الصخر ده بيبقى عبارة عن معادن. ايه? هو نفس الترتيب. هي بس تفتتت. لكن ده الترتيبه تغير. اد عناصر دي ده. اد ده حاجة دي ده ما تدش موجودة. طب مين اللي ممكن يأثر في كده? برضو الووتر واوتسيجين واسد واسد رين. يعني ممكن المية واناخد ازاي المية انفرق بين المية دي والمية دي. ممكن اوتسيجين. الاوتسيجين بيخش مع العناصر في خليات صدي. ممكن اسد احماض. احماض دي زي مسلا ايه? اللمون عندك. خل دي احماض. ممكن الاحماد دي تأثر في السخور وتركيبها. اسد رين يعني مطر حامدي. مطر بتاع ايه? الشتة ده. ممكن لو جاء عليه دخل مصنة ولا حاجة. ما تنزلش مية ايه? نطرية اوي. لا. ببسمية اسد رين. مطر حامدي. ممكن برضو يأكل في السخر ده. ماشي? فزي ما هنا ده الووتر ده والمية اتجمدت واتسرت الصخر. فنشوف كل نوع باعمل التنام ده. ايه اللي فيه? وين ده? وين ده تاري ساند فروم بليس تواناظر. ممكن الرياح تأثير انها بتنقل الصخر من المكان الاخر. او بتاته للصخر. ترى الصخر ده يبقى قوي. لا حيتفتت. يبقى. والصخر يبقى يتفتت هذا الزوية نتيجة احتجاته بقى ايه? مع الرملة او مع الارض اللي هو نازل فيها. يبقى ده تأثير الويند. بقى ايه? بين الساند فروم بليس تواناظر. والساند يغبط في الصخر. والصخر من اللي احتجات مع الرملة يبقى يتفتت هوا كمان. زي ما كون انت ماشي كده في الشارع وفيه هوا فيه ريح خمسين وطراب وجايف والشكل. هتحس بطراب جايف والشكل لانه نقل الطراب. فكزلك الهوا حيني للطراب ده. لو الطراب ده بقى خبط في بيت خبط في حاجة صخرية ممكن يفتت الصخر معها. مش هتحس بيها ان ساعتها لبيت يقع يعني بس ايه? هتبقى فيه فتافية البيض يقع. فده من تأثير الويند عليه. ممكن موتر. المية بايه? بالدهو بايه? الصخر ده وتوقعه. ولما يقع يبقى رويه. برضو هتترسر. الصخر يترسر. طب النبات الضعيف ده يعمل حاجة في الصخر. اه بيعمل. ازاي? انه النبات ده عشان ينمو بين الشروط بتاعت ده الصخر بتاعت التربة اللي تحتيه. فالتربة ما تبقىش جمدة. تتفتت. عشان يعرف يمشي. فايه? كده بيدعف التربة. فلاقي برضو كده الشروط بتوسع. اه بيوسع مكان عشان يمشي. فيبقى المسافات اللي بين الصخور تبقى واسعة. فالصخر كده بيترسر. يبقى بلانت روت برضو ده العمل التالت اللي اتبعه. الووتر والويند وبلانت روت. فال مين? ده الحرارة. لو المياه جات هنا. ده الحرارة بقت منخفضة. المياه تجمدت. طب? لما بيتجمد. حجمها بيقل ولا بيزيد. هاكده ايه? في البيت جرب كده. وقات العلبة بتاعت متعبات التالت. املاها مياه على آخرة. هتلاقي المياه باخده ايه? ايه? على وشها على الحفة بتاعتها. حطها في الفريزر بقى وتستنى شوية تبقى التالت وطلح. هتلاقي التالت واخد مكان اكبر من المكاتجة هتواخدان المياه. بعد ما هو على الحرف بالزبط لأ بقى اعلى. فده كده. المياه انا زيت بين الصخر. لكن المياه بتتجمد مثلا في حتة ساعة بتاع فتاخد مكان اكبر. فهتم توسع ما بين الصخر وبعضه. زي النبات مكان بيعمل كده. فيتشقل الصخر ويقع. ايه الصخر وايه? لما يبقى فيه تلج. التلج ده بيخلي الشطوط اللي بين الصخر يتوسع. والروت يبقى بروتن ويتقاصل. نعم. العملية دي بتاخد وقت طويل. يعني انت صعب تشوف تقعد مستنى كده وتشوف المياه جميدة وتعمل. لكن انت بشوف تأثير ان الصخر تفتت. هدي عملية طويلة قوي. هتاخد وقت طويل. دول اللي هو ايه كانوا بتوع ميتانيكال ويزنيند. دلوقتي هنخش على تيميكال ويزنيند. تيميكال قلنا لأول واحدة مثلا اوتسيجين. اوتسيجين يعني مثلا الصخر ده او الصخور بتبقى فيها معادن. فده معادن حديد. انت لو دوبت مصمر حديد كده. وحطته في مياه. واسبته في الهواء كم يوم. هتلاقي اللي ايه المصمر بيصدي. لونه ايه? بيبقى بني هاشة كده. فبيولت برضو الاوتسيجين. والصخر ده في معادن زي الحديد فبيخلي الحديد ده يصدي. هتبقى الصخرة دي ضعيفة. ده الصخرة ضعيفة عشان الحديد اللي فيها صدى. تمام? المية بقى. ازاي المية تعمل? انها يعني ممكن المية تكون بتدوب معادن او بتدوب املح فيها. يعني ممكن ايه? ملح زي ملح الطعام مساء. لو حطيت عليه المية هيدوب ولا لا? بيدوب. فممكن تدوب المعادن دي. ممكن في كهوف كده اسمها لايمستون. بيبقى المية دوبة الاملح دي. والاملح تجمعت مع بعض تاني وعملت اشكال جديدة بقى. دي بقى ايه? المية ككيميكال انها تغير تدوب المعادن دي. دوب الاملح دي. فاتغير في شكل ايه? الصخر ده. عملت اشكال جديدة زي لايمستون كيبز. الكهوف دي. ده اللي ايه? لايمستون الحجر الجديدة. تمام? اه. اسد رين بقى. مطر حاملي. قلنا اسد رين ده اللي هو مطر بس ايه جاي مع دخان مصانع آآ عربيات بتاع. بيبقاش مطر مية فريش كلها. لا. بيبقى داخل فيها احماض بقى. كربونيك اسد نايتريك اسد سالفوريك اسد. عمام ايه? فيها احماض. فالاحماض دي بقى لما تنزل على صخر بتاعها في املاح بالدو برضو ايه الاملاح? بالدو بالاملاح المعدنية اللي في الصخر. زي المية العادية كده. تمام? بس بيبقى تأثير ليه? الاسدين بيبقى اطوى يعني. لان مش مية بقى سلع دي ايه احماض كمان. يبقى كله بيتلاقي كده الصخر يبقى ضعيف ويترسر. رابع مثال برضو على اللي هو عندي نوع من نباتات تده ايه? اه بتطلع اصد. يعني وهي مشة تده بتطلع احماض. الاحماض دي ايه? في الصخر اللي حوليه ده بالدو بالاملاح اللي فيه. فبردو فالصخر يبقى ايه? سهل انه يتصر. يبقى ايه? في احماض جاية من البلانت. في احماض جاية من اسدرين. المية نفسها بالدو بالاملاح. كل ده ايه? عوامل تيميتال. كلها تيميتال بتأثر في تأثر في الصخر وتعمل ملحوظة بقى. في الميتانيكال الصخور ما بتغيرش طبعتها. لكن بتعمل حاجة ديدة. مادة ديدة طلعت نتيجة التفاعل التيميائي. نعم. مين فيهم اكثر تأثيرا? ميتانيتال ولا تيميتال? اتيت تيميتال. لانا تيميتال مش بيتأثره بس. لو بيغير في المادة بتاعته الاساسية. ومو تطلع مادة دي لا ما تجدش موجودة. تمام? نخلي بانا من انواع اللي هو ميتانيتال وتيميتال. نخلي بانا من انواع انها فاست وسلو. اللي عامل يتأثر في ميتانيتال. اللي عامل يتأثر في تيميتال والامسلة بتاعته. نحاول نعمل مطار نتيجة ونتخلي بانا منها. وان شاء الله نلتعكم في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.